بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم من جديد بالبارت الثاني من المحاضرة الأولى اللي دا نحكي بيها عن الدايروتك طبعاً بالبارت الأول طولت لأن كانت أول محاضرة وأول بارت دا تشوفوا بالفارمة فحاولت أوضح كل شيء حاولت أوضح كل كلمة كانت وأتأخر بيها حتى تفتهموها فالفتهم البارت الأول أتمنى يرجع يشوفه مرت اللخ حتى يعني لو حتى هو مفتهمة بنسبة خلي نقول 99% يرجع يشوفه مرت اللخ حتى يضبطه حتى يعرف شلون دا يمشي بالفارمة حتى يعرف الأشياء المهمة ويعرف على شنو أنا جاي أركز فنبلش بالمجموعة الثانية من مجاميع الدايروتك اللي هي اللوب دايروتك بعد ما خلصنا فيا زايد بالبارت الأول إن شاء الله هسا رح نحكي عن اللوب دايروتك بالبارت الثاني طبعاً اللوب دايروتك هنا رح تبدأ المحاضرة تكون كل السهلة عليكم كلش بسيطة رح تعرفون شون تقرون وأيضاً رح نسوي باللوب دايروتك مقارنة ويا فيا زايد لأنه يوجد كلش أشياء تتشابه وأشياء بالعكس يعني أشياء تختلف فرح نسوي مقارنة بين اللوب دايروتك وبين اللي قبلها اللي هي الثيزايد اللوب دايروتك سموها لوب دايروتك لأنه هي تشتغل على الأسندنج لمب أوف لوب أوف هنلي لأنه هي تشتغل على اللوب أوف هنلي فسموها اللوب دايروتك تمام؟ تشمل مجموعة من الأدوية مثلاً عدنا البيوميتنايت والفورسيمايت والتورسيمايت والإيثيكراينيك أسد أصعب شي بها المجموعة هو أسماءها طبعاً هي مو صعبة بس يعني هذا أقول لكم أصعب شي بها يعني كل الحاجة اللي رح نحتي عن هاي المجموعة كل يتسهل وما رح نطول بها أسماء الأدوية بوميتنايت، فورسيمايت، تورسيمايت والإيثيكراينيك أسد أو الإيثيكراينيك أسد باعوا شون تحفظوها؟ تو دراجز ينتهون بالمقطع مايد اللي هم فورسيمايت وتورسيمايت وهذا إذا تباعون أيضاً ينتهي بآيد اللي هو البيوميتنايت تمام؟ فأيضاً يتشابهوا يتشابهو ياهم فالوحيد اللي ممكن تحفظو به هاي المجموعة حتى خاف تخربطون بي تمام؟ إيثيكراينيك أسد تمام قلنا وين يشتغلون ذوله يشتغلون على Ascending Lamp of Loop of Hilly Loop of Hilly مثل ما شفناه بالبارتي الأول كان به Descending Lamp و Ascending Lamp صاير مثل حرف اليو تمام فهي أول تشتغل تشتغل على Ascending Lamp of Loop of Hilly تمام هاي اللوب دايرتك زين هسه هنا أول مقارنة الثيئة زايد وين كانت تشتغل كانت تشتغل على Distal Convoluted Tubule هاي أول نقطة بالمقارنة ركزوا بيها وشوفوا شون رح نبدأ الراجع الموضوع ويلقبله ونربط به زين Of all the diuretics These drugs have the highest efficacy In mobilizing sodium and chloride From the body producing Copious amount of urine يعني شنو؟ يعني هاي المجموعة اللوب دايرتك هي أقوى المدررات شون يعني؟ يعني عدها الـ highest efficacy إذا قال لكم يا هي عدها الـ highest efficacy أكثر فعالية هي اللوب دايرتك حتى كاتب لكم بالأخير Produce copious amount of urine يعني تنتج لي كميات هواية من اليورن أكثر دايرتك أكثر مجموعة تطلع يورن تسوي إدرار هي اللوب دايرتك تمام؟ لأن هي الـ highest efficacy الأكثر فعالية زين Similar to thiazide loop diuretic don't cause hyper sensitivity reaction أيضا الثiazide هل تتذكرون قلنا هي مين مشتقة مشتقة من السلفة تمام؟ فقلنا أي سلفة هي تسبب لي شنوه؟ تسبب لي hyper sensitivity ما عدا الثiazide كانت متسبب لي hyper sensitivity هايا أيضا حالها حال الثiazide don't cause hyper sensitivity reaction متسبب حساسية تمام؟ تمام أكثر واحد مشهور من هايا الأدوية أو طاش ويستخدمونه هو الفورسيمايت تمام؟ is the most commonly used من هو الفورسيمايت حتى خليت لكم صورة على الفورسيمايت اللي هو هذا يسمونه اللازكس تمام؟ يسمونه اللازكس طبعا أنتو من تشوفون الأدوية تلقون بها اسم علمي اللي هو احنا دعنا درسه اللي هو مثلا الفورسيمايت والاسم التجاري اللي هو اللازكس هذا اللازكس الاسم التجاري يتغير من شركة لشركة تمام؟ الاسم الثابت هو الاسم العلمي اللي احنا ندرسه الفورسيمايت تمام؟ فيا هو أكثر واحد use كمال use الفورسيمايت تمام؟ قبل ما نيجي على السلايد اللي بعد خلي نراجع هذا السلايد أول سلايد من اللوب دايرتك قلنا أسماؤهم البوميتينايت تمام؟ الفورسيمايت تورسيمايت والإيثا كراينيك أسيد تمام؟ وين يشتغلون؟ على اللوب أوف هنلي وين بالتحديد؟ على الأسندنج لم على الجزء الصاعد من اللوب أوف هنلي شي يعتبرون هما هما الهايست افكاسي الأكثر فعالية فينتجوا لي كوبياس أماونت كوبياس أماونت يعني كميات هواية كميات غزيرة من اليورين تمام؟ ما يسببون hyper-sensitivity reaction وأكثر واحد بهم يستخدم هو الفورسيمايت تمام؟ the use of بوميتينايت and torsemaide is increasing as these agents have bitter bioavailability and more potent compared to فورسيمايت إحنا قلنا ياهو أكثر واحد طاشو يستخدم الفورسيمايت بس يقولك بالوقت الحالي البوميتينايت والتورسيمايت استخدامهم بدأ increasing بدأ يزداد ليش؟ لأنهم معدهم better bioavailability يعني يوصلوا للدم بكميات أفضل تمام؟ more potent وأقوى من الفورسيمايت تمام الآثى cryinic acid هذا infrequently يعني use infrequently يعني ما نستخدمه ليش؟ لأنه عنده adverse effect خطيرة ممكن يسبب auto-toxicity يعني يسبب deafness يعني الشخص يصير أطرش تمام؟ هاي وحدة من الآثى ما للإيثى cryinic acid فهو يستخدمه كلش قليل يعني استخدمه infrequently تمام؟ هاي المعلومات اللي عرفناها لحد الآن هسا رح نعرف الميكانزم أوف أكشن يعني شون تشتغل هاي الأدوية قبل شوية بالفيزايد من حجيناها قلنا وين تشتغل؟ على ديستال confiliated تيوبيول هاي أول شي وين تشتغل؟ على ascending of loop of hull تمام؟ هذي شوين كانت تشتغل؟ كانت تسوي inhibition للsodium chloride co-transporter تمام؟ هاي شو تثبت؟ هاي تثبت الco-transporter of sodium potassium 2 chloride هاي كلش مهمة يعني بالمسي كيو شي يجيب لكم؟ يجيب لكم يا مجموعة من الأدوية اللي تشتغل على sodium potassium 2 chloride تمام؟ فأنتو لازم تعرفون اللي تشتغل سوي inhibition للsodium potassium 2 chloride هي من هي loop diuretic إذا جاب لكم لا اللي تشتغل على sodium chloride تمام؟ هذي شو من هي؟ هذي شو الثيازايد تمام؟ أرجع لكم عليها حتى خاف ناسيها بس أذكركم بها هاي باع وين كانت تشتغل؟ كانت سوي inhibition للsodium chloride co-transporter على distal confiliated tubule هاي من هي الثيازايد تمام؟ هسا احنا وين دا نحكي؟ على loop diuretic عرفنا وين تشتغل؟ على ascending limb of loop of hill تمام؟ سوي تثبيت للsodium potassium 2 chloride تمام؟ تمام؟ وبالتالي راح تقلل reabsorption مع this ion يعني تقلل reabsorption امتصاص مع الصodium والبوتاسيوم والكلورide من تقلل reabsorption مع عادة الامتصاص فهم المي همت راح less water is reabsorbed وبالتالي سببو لدايروس يعني اذا ما صار لهم reabsorption معلات حيطلعهم باليورين فيصير الدايروس الادرار تمام these agents have the greatest diuretic effects احنا حتشيناها قبل شوية قلنا يا هم اللي ينتجوا لأكثر كمية من اليورين هم اللوب فعدهم الـ greatest diuretic effects ليش لأنه because the ascending limb account for reabsorption of 25 to 30 of filtered sodium chloride اغلب reabsorption اغلب اعادة الامتصاص وين يصير يصير بال ascending limb of loop of hill تمام وهي وين تشتغل هاي الادوية تشتغل على loop of hill وده تثبت في معناته هي راح تنطيني اكبر كمية من الادرار لان هي تشتغل هناك بأكثر مكان ديصير بيري absorption تثبت اكثر مكان ديصير بيري absorption ان شاء الله واضحة اخر نقطتين هي اشياء معادة فما راح احتي بس راح احتي واذكر بهم انو loop diuretic must be executed in the tubular lumen at the proximal conflute tubule to be effective يعني هاي النقطة شيلوها لزقوها نفسها مالة فيا زايد يعني لازم تكون موجودة من loop of li bill ومن proximal conflute tubule حتى تكون فعالة تمام وايضا الملاحظة الثانية انو non-steroidal anti-inflamatory adrax راح تقلل التأثير مالتها فما يصير ننطيها ويا non-steroidal anti-inflamatory adrax فهاي اخر ملاحظتين هنا نفس كان اني انطبقا على diuretic انطبقا انو وين دا تشتغل mecanism of action تشتغل على ascending of loop of هنلي وين بالتحديد الثبط co-transporter malisodium potassium 2 chloride شاء الله واضح زين الاكشن ها باعوا اشتشتغل هنا الاكشن قليتكم بس تعرفون الاشياء اللي ملونها بالأحمر يعني سوي diuresis سوي ادرار تمام وايضا كاتب لك in دا تشتغل دا تشتغل دا تشتغل diuresis بسبب دا تشتغل دا تشتغل يعني همات اذا زيتت الجرعة ما راح يزيد كمية الادرار حالها حال الفيز زايد تمام فاذا اول اكشن اليها سوي diuresis ثاني شي تزيد urinary calcium excretion يعني طلع الكاليسيوم تمام مثلا اذا واحد عندها hypercalcemia يعني عندها الكاليسيوم بدها مالتا مرتفع فاش انطي انطي لوب لانه هي زيت خروج الكاليسيوم تمام عرفتوا شون فاذن هي ثالث شغلة تسوي venodilation يعني توسع الفين ليش لانه هي تصنع البروستاغ ولبروستاغ إذا دار سي فس لج صح فتعرفون انه البروستاغ يسوي يسوي يوسع الفيزل تمام فاذن الاكشن مالتها تلافة دايروس يسوي إدرار تمام ولذلك احنا ندرسها منظر من قسم المدررات الدايروتك تمام ثاني شغلة تزيد اليورن لكاليسيوم إكسكريشن تزيد خروج الكاليسيوم باليورن تمام فلذلك الشخص اللي عنده هايبر كالسيميا عنده ارتفاع بالكاليسيوم مال الدن رح نعالجه باللوب نمطيه لوب تمام وسوي لي فينو دايليشن لأنه هي تزيد إنتاج البروستا جلاندين تمام إن شاء الله واضحة الثرابيوتك استخداماتها أول استخدام لها بالإدمة وخصوصا هاي أم سي كيو دعم تجي بلمونري إدمة إذا شخص عنده بلمونري إدمة شنمطي نمطيه لوب دايروتك واحد من اللوب دايروتك تمام وخصوصا الفورسي مايت اللي هو قطاش واحد زين فنستخدمها بالبلمونري إدمة أو الأكيوت إدمة أو الكرونيك بريفرال إدمة تمام وقلنا هي بالهارد فييلر تذكرون من قلنا أكثر أكثر دراج أوف تشويز بالهارد فييلر منوها هو اللوب فإذا بالهارد فييلر وبالرينال إمبيرمنت منيصير هارد فييلر رح حصير عندي بلمونري إدمة البلمونري إدمة ما أقدر أفسر لكم إياها كلية سرح تأخذوها بالباث وبالتفصيل بس الإدمة معناته إن يكريز الفلود إن ذا بدي كتعريف للإدمة إنه الجسم يورم يعني مكان ما بالجسم يورم وممكن كل الجسم يورم ليه شي يورم الجسم زيادة الفلود سببه زيادة الفلود فهي شي السوي تتخلص من الفلود عن طريق الإدرار فنستخدم اللوب تمام فإذا إذا جاب بالبلمونري إدمة أو الأكيوت أو الكرونيك برفرة الإدمة تمام اللي سببها الهارت فيلر شننطي ننطي اللوب دايورتك وقلت لكم ثاني استخدام إلها هايبر كالسيميا تمام هايبر كالسيميا يعني إذا شخص عنده مستوى الكالسيم بالدم عالي شننطي ننطي لوب دايورتك وأيضا بعلاج الهايبر كاليميا ارتفاع مستوى البوتاسيوم بالدم فإذا إلها تلف استخدامات إدمة هايبر كالسيميا هايبر كاليميا قلنا نستخدمها بالنفروجينيك قلنا نستخدمها بالكاليسيوم وقلنا نستخدمها بالهارد فيلر فهاي ذيكي أربع استخدامات هاي ثلاثة وين؟ بالإديمة خصوصا البلمونير إديمة وهي دائما قلت لكم يجيبوها MCQ فركزولي عليها هايبر كالسيميا تمام وهايبر كاليميا تمام فهاي استخداماتها الفارما كوكاينتك هاي لدراجات شلون ننطيها administered orally or parentally administered يعني تعطى هاي الكلمة دائما راح تشوفوها تتكرر بالفارما administered يعني تعطى شون تعطى يا أم أورالي عن طريق الماث يا أم بارنترالي بارنترالي يقصد بيها يا أم آي في عن طريق الوريد يا أم آي أم عن طريق العفلة تمام فهاي نقدر ننطيها أورالي ونقدر ننطيها آي أم ونقدر ننطيها آي في فبارنترالي يقصد بيها يا أم آي في عن طريق الوريد يا أم آي أم انترامسكولار عن طريق العضلة تمام The duration of action is approximately 6 hours يعني شقد تبقى تشتغل هاي الفورسيمايد والبيوميتينايت تبقى تشتغل 6 ساعات وشوية أطول بالنسبة للتورسيمايد Moderately longer for التورسيمايد يعني الـDuration of action يعني الـDragon من ننطي شقد راح يبقى يشتغل تقريبا 6 ساعات بالنسبة لللوب دائرتك اللي هي الفورسيمايد والبيوميتينايت إن شاء الله واضحة آخر شيء Adverse effect الأعراض الجانبية تقريبا الأعراض الجانبية هي نفسها مال الثيازايد الثيازايد مو كانت تسويلي هايبوفاليميا فهي هامة تسويلي أكيوت هايبوفاليميا مو كانت تسويلي هايبوكاليميا تمام فهي هامة تسويلي هايبوكاليميا مو كانت تسويلي هايبوريوريسيميا ارتفاع اليوريك أسد بالدم فهي هامة تسويلي هايبوريوريسيميا مو كانت تسويلي القاوتي أتاك أو القاوتي أتاك اللي هو داع النقلوس القاوت فهي هم ما تسويلي غاوتي أتاك مو كانت تسويلي هايبو مغنيسيميا فهي هم ما تسويلي هايبو مغنيسيميا يعني يقلل المغنيسيون بدهم فتقريبا نفس الاستخدامات أهم واحد تعرفوه هناك كجديد كأدفيرس إفكت لللوب دايرتك وتركزوه اللي بيه هو الاستخدام الرابع الأوتو توكسيسيتي تمام؟ الأوتو توكسيسيتي أوتو توكسيسيتي يعني تأثر على الأذن أوتو يعني أذن toxicity يعني سمية يعني تأثر على الإذن فش السبب؟ يعني فقدان السمع يعني أما دائم يعني أما reversible يرجع هذه ما يأكر with loop diuretic particularly when infused IV خصوصا إذا انطينا هذه loop IV عن طريق الوريد أو استخدمناها كconjugation يعني conjugation يعني ويدوة ثاني with other autotoxic drag يعني إذا انطيناها عن طريق الـ IV عن طريق الوريد ممكن استببلي autotoxicity خلل بالسمع ممكن أيضا إذا استخدمناها ويدرق ثاني أيضا وحدة من السايد افكت مالتا autotoxic drag مثلا من هو؟ مثلا amino glycoside antibiotic هاي مجموعة من الـ antibiotic تمام اسمها amino glycoside واحد من side effect رح نجي ناخذها ما تسوي autotoxicity يعني هما تسوي hearing loose فقدان بالسمع تمام فإذا أهم شي تعرفون على loop diuretic بالadverse effect إنه هي سبب autotoxicity أكثر واحد بيها يسبب autotoxicity لو نكون يا بالأزرق اللي هو ethacronic acid is the most likely to cause autotoxicity وممكن أيضا حتى تسوي vertigo اللي هو الدوخة أو الدوار تمام يسموها الدوخة تمام هاي الأدوية ممكن حتى تسبب الvertigo فإذا هاي هي العشياء لسببها والهايبوكاليمية هي most common adverse effect off loop diuretic مثل ما كانت الهايبوكاليمية هي أكثر سبب أو أكثر adverse effect بالثيزايد هنا أنا همات هي أكثر adverse effect ممكن تصير ويا اللوب اللي هي الهايبوكاليمية تمام وأيضا لازم نستخدم potassium sparing diuretic أو supplementation تمام حتى نمنع النقص نفس ما حشيناه هناك فهي تقريبا ال adverse effect كل يتهموا عادة مع عادة autotoxicity اللي هي جديدة وتركزون بيها إن شاء الله واضحة زين قبل الأخير خليت لكم slide mnemonic هذا يلخص لكم فتكم موضوع أول شيء علي منه إذا تشوفون هاي اللوب diuretic أسماها شون تحفظوها يسويكم إياها شيء اسمه beta fluid وحفظوا beta fluid ال B يعني البوتينمايد تمام ال E معناته الأيثا crinic acid ال A معناته الأزوسيمايد هذا ما أخذناه بس هو أيضا من ضمن اللوب diuretic مذاكرينه بالمحاضرة تمام الت اللي هو التورسيمايد والفلود على حرف ال F اللي هو الفورسيمايد فإذا تقدرون تحفظوهم هي شيء وتقدرون تحفظوهم على هذا المختصر beta fluid هذو اللوب diuretic النيمونيك الثاني هاي الكيدني هاي النفرون النفرون هو الوحدة الوظيفية والتركيبية ما للكيدني إذا تشوفون هاي الكلوميري ولس قلت لكم بالبداية لبروكسيما لكو بلوكسيما بعدين هاي مثل حرف اليو اللي هي الثيازايت قلنا وين تشتغل حرف التي باعو ونو خليكم ياها من distal convoluted tubule إذا تباعو الحرف ال L اللي هي منية اللوب diuretic وين تشتغل على ascending loop of heli تشوفون على الجزء الصاعد مثلا بالمحاضرة الجاية ما للdiuretic رح ناخذ دوة اسمه المانيتول هذا وين يشتغل على البروكسيما convoluted tubule رح ناخذ دوة اسمه acetazolamide تمام هذا همات يشتغل على البروكسيما convoluted tubule وهكذا فهذا الملخص يفيدكم اليوم ويفيدكم بالمحاضرة الجاية خليه تبسيجي حتى تستفادون وأيضا أكو ملخصات وأكو MCQ رح نمتحن بيهن رح تنزل لكم تباعا إن شاء الله من نخلص الdiuretic المحاضرة الجاية اللي أريده منعودكم البارت الأول من المحاضرة أتمنى تشوفوه مرتين حتى تعرفون طريقة القراءة ويايا إن شاء الله استفاديتوا من المحاضرة ألتقيكم محاضرات جاية إن شاء الله بكورس الفارماكولوجي إلى اللقاء